هوا لي هبدأ بيك عشان أعيسي عليك هو بوبينزا جاي ولا مش جاي سؤال العام دوت ده السؤال بتاع العام لحد يومين فاته كان فيه تواصل ما بين بوبينزا وإدارة نادي زمالك عن طريق الأستاذ هني بيرزي مش هو أصلاً اللي كان بيتفاوض مع اللاعب في بداية الأمر ولكن لما بدأت تحصل للمشاكل بدأ الأستاذ هني بيرزي أو تم تفاوضه من مجلس إدارة نادي زمالك إن هو اللي يتفاوض أو يعيد التفاوض مرة أخرى مع اللاعب وبدأ بالفعل يتواصل مع اللاعب ويحاولوا أن هم يقربوا وجهات النظر ولكن خلال الساعات القليلة الماضية الزمالك فقد التواصل مع أرون بوبينزا ده معنى إيه؟ معنى أن لحد الوقت اللي بنتكلم فيها كريم مجلس إدارة نادي زمالك معرفش الولد هيجي ولا لأ اتبعت له مرة تذاكر ما سافرش اتبعت له تذاكر تانية راح المطار وما سافرش الزمالك بعد كده فقد التواصل معه على الرغم أنه كان فيه لينك تفتح والأمور كانت بدأت تسير بشكل جيد معاه وكان هناك بقى يعني التعديلات في الاتفاق هو برضو بوبينزا عشان الناس تبقى فاهمة وما كانش ماضي عقد هو كان ماضي أوفر يعني إيه ماضي أوفر ما بقعد له زي درفت كده لعقد فيه كل التفاصيل فيما يخص مدة التعاقل 3 سنين الراتب خلال 3 سنين البونس تحقيق الفوز بقى بالدوري الكونفدرالية دور الأبطال بعد كده يعني أي بطولة عدد أهداف معين كل ده كان مكتوب شبه العقد بالزبط درفت العقل واللعب موقع عليه ومدي رغبته لنادي زمالك وبالتالي النادي زمالك طلب بطاقته الدولية على هذا الأساس طيب الوضع إيه أو اللي جاي إيه اللي جاي إن النادي زمالك بدأ يدرس مقاضات اللعب قانونيا لكن بينتظر التحرك الأخير من اللعب يعني النادي زمالك مش هياخد خطوة غير لما يشوف إعلان رسمي من أحد الأندية سواء بقى نادي رابط بخارست روماني أو آنكان يشوف إعلان رسمي وانتقار رسمي لأرون بو منزا لنادي وقتها النادي زمالك هتحرك التأكدات اللي وصالي من مجلس إدارة نادي زمالك إن موقفهم سليم وقانوني 100% وهيتم مقاضات مش اللعب بس اللعب والنادي اللي هيوقع له طيب ليه اللعب عمل كده إدارة نادي زمالك مش عارفة الموقف يعني هم مفسوهم مستغربين رد فعل اللعب لي خاصة أن أنت لما تفتح معاك التفاوض تاني عن طريق الأستاذ هاني بيرزي كنت يعني أبديت حسن نية وقلت خلاص تمام وبدأت الأمور تسير بشكل جيد فالقصة ممكن بعد كده نلاقي بو منزا أو كمان أيام نلاقي بو منزا في الزمالك وارد وارد بنز بتأديه ما نقدرش نحط نسب لأن أقدرت نادي زمالك آخر حاجة وأنا داخل الستوديو كريم كان معايا أحد بس قولي نادي زمالك على التليفون وسألته يعني هو بيقولي ممكن أنه ولد يجي لكن احنا ما عندناش تأكدات بأنه جاي فالموضوع يعني لسه 50-50 بس الزمالك كده معلق نفسه الزمالك هو خلاص الزمالك يقول لأ خلاص أنا مش عايزك بص الزمالك عنده خمس لعب أجانب كده خلاص باحتمالية انضمام اللعب البولندي هيبقى كده الخمس أجانب لأن فيه سامسون قصة أرنب ومنزا لو اتحلت وقتها الزمالك هيخرج سامسون آن كان بقى قيمة انتظار هيجيب له عرض آن كان لكن الزمالك خلاص اشتغل على الخطة البديلة أو البلان بي إنه هو جاب اللاعب كونراد مشلاك عشان يكون عنده خلاص أكمل الخمس أجانب خلال بقى الأيام الجاية هيشوف بقى قصة أرنب ومنزا ترجمة نانسي قنقر